موسيقى قبلة الموت فقال له يسوع يا يهوذة أبقبلة تسلم ابن الإنسان إن خيانة يهوذة للمسيح تعتبر أبشع جريمة في التاريخ وما أكثر الخوانة عبر التاريخ مثلا أخي توفل الذي خان الملك داود وتآمر مع أبشلوم ضد داود نرى بروتوس صديق يوليوس قيصر خان صديقه إذ اغتيل يوليوس إن العالم مليء بالخوانة كم من إنسان خان عهد الصداقة وكم من الذين وشوا بأصدقاءهم وفسدوا عنهم منهم من خان الوطن ومنهم من كسر عهد السلام ومنهم من باع ضميره وكم من الإغتيالات حدثت لأقرب الناس وكم من إنسان يعاني من مرارة وقسوة الخيانة مثل خيانة عاخان قديما الذي تسبب بانتكاسة وهزيمة شعب الرب في يشوع إصحاح سبعة لكن خيانة يهودة تعتبر الأكبر وأنها أشنع وأبشع وأفضع جريمة تعبيرا عن الخسة والانحطاب وصل إلى حد يبخس في ثمن المسيح ثمن الحقد والكرهية باع رئيس الحياة وأسلمه للموت على أيد الأشرار لا يوجد أي مبرر كما يدعي البعض إنه كان يدفع المسيح ليطيح بالإمبراطورية الرومانية أو إنه كان يطمح في منصب بغض النظر لقد ارتكب أبشع جريمة إذ وصل إلى الإنحطاط الكامل كان يهودة واحدا من الاثني عشر تلميذا اختارهم الرب يسوع بعد قضاء ليلة طويلة في الصلاة وهنا تبقى المعدلة كيف نفهم سلطان وسيادة الرب المطلقة ومن ناحية أخرى مسؤولية وحرية الإنسان في اتخاذ القرارات رغم أن المسيح العالم بكل شيء إذ علم من هم الذين له وقد عرف أيضا أن يهودة سيسلمه إلا أن الأمور صارت بوفق البرنامج والمخطط الإلهي هذا لا يعني أن يكون أي مبرر أو عذر ليهودة الذي قص قلبه كما قص فرعون قلبه قديما لقد كانت فرص عديدة أمام يهودة أن يتراجع لكنه أراد مسيحا مختلفا وعلى مزاجه ولأنه كان قلبه مظلم رغم أنه خدم مع المسيح لكنه وصل إلى الإنحضار والإنحطاط الكامل كان يهودة هو الوحيد من بين التلميذ الذي لم يكن من الجليل وأعطي له الامتياز أن يكون أمينا للصندوق رغم أنه كان لص رجع في قلبه أولا ثم تحول إلى عدم إيمان لكن المسيح علم من هو الذي يسلمهم وفي يحنى 13 نقرأ فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهودة سمعان الإسخريوت أن يسلمهم وفي العشاء الأخير وبينما المسيح مجتمع مع تلاميذه نرى في يحنى 13 فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة لقد دخل الشيطان يهودة أي سيطر عليه وعلى إرادته بالكامل فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا أوليس عجبا أنه باع سيده عند إقبال الليل الدامس التقت ظلمة الليل بظلمة قلبه الطبيعي الغير متجدد ألم يقل المسيح وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعمالهم إنها عار الخيانة والغدر كما هو مكتوب في مزمور 41 آية 9 تتميماً للنبوة أيضاً رجل سلامة الذي وثقت به آكل خبز رفع علي عقبه في العشاء الأخير جلس يهوذة في مقعد الشرف وأخذ اللقمة من المضيف يسوع كانت هذه علامة مميزة للتكريم والصداقة والضيافة كانت علامة أخيرة تعبيراً عن محبة يسوع ليهوذة لكن للأسف ذهب يهوذة في تلك الليلة وتقابل مع رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة بعد أن أخذ لقمة الموت خرج وباع رب المجد بأبخس الأثمان بثلاثين من الفضة ولو سأل المسيح اليوم بما تقدرني أي ثمن للأسف كم من شخص أنكر المسيح والبعض باع المسيح بسبب لذة مؤقتة وخسر أبديته حقا كما قال المسيح عن يهوذة كان خير له لو لم يولد وعندما ذهب المسيح إلى بستان جات سيماني وهو عالم بكل شيء وأنه لابد أن يتم المكتوب جاء يهوذة مع عسكر كثير وكانت العلامة هي القبلة وكان قد تنبأ المسيح عن هذا لست أقول عن جميعكم أن أعلم الذين اخترتهم لكن ليتم الكتاب الذي يأكل مع الخبز رفع علي عقبه أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو وعندما جاء قال له المسيح بصرخة الألم العميق يا صاحب لماذا جئت فقال له يسوع يا يهوذة أبقبلة تسلم ابن الإنسان حقا كما قال يسوع في العشاء الأخير فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة فدخل الشيطان في يهوذة الذي يدعى الإسخريوط وهو من جملة الإثني عشر فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة لم تكن هذه القبلة المقدسة كما كانت تفعل الكنيسة الأولى لقد كانت قبلة الغدر والخيانة لأن هذه هي طبيعته الغادرة فالقبلة هي رمز المحبة والثقة والسلام إنها رمز الصداقة والأمان والقرب من الشخص لكن يهوذة حولها كعلامة ليخون ويسلم سيده لقد كانت قبلة الخداع والمكر فيهوذة أصبح عبر التاريخ إلى يومنا هذا مقياس بل مثال للخيانة والغدر والمكر ولعجبا لقد وضع الشاعر دانتي يهوذة في الكوميديا الإلهية في أسفل دركات الجحيم إلى جوار الشيطان نفسه أو كما وصفه المسيح ابن الهلاك قائلا حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب فعلا كان خيرا لهذا الرجل لو لم يولد إنما يحير كيف لشخص عاش مع المسيح ورأى معجزات الخارقة وسمع تعليم الفريدة وعايا حياة الأخلاقية المتميزة بل إنما يحير أكثر من هذا كيف لشخص رأى وجه يسوع واستطاع أن يخونه أبقبلة تسلم ابن الإنسان حقا إنها قبلة الموت فقد انتهت حياة يهوذة بشكل مأساوي ومفجع مكتوب حينئذ لما رأى يهوذة الذي أسلمه أنه قدين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا فقالوا بقلب بارد وحجري ها أنت ماذا علينا أنت أبصر فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه أي مصير مأساوي وصل إليه من تلميذ المسيح إلى قتل نفسه ومن ثم إلى هلاك الأبدي لقد انتحر يهوذة وسقط على الأرض وانشق من الوسط لقد كانت ميتا شنيعة فزيعة ومريعة ومأساوية لقد عبر الرسول بطرس قائلا أيها الرجال الإخوة كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم دؤود عن يهوذة الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشاليم حتى دعي ذلك المكان في لغتهم حقل دم أي حقل دم لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر أعمال الرسول الإصحاح الأول إن اسم وسمعة يهوذة ملطخ إلى يومنا هذا عندما نزور جنوب مدينة القدس المنطقة في وادي بن هنوم الذي يلتقي معواد قدرون حق الدم نتذكر الحدث الفضيع والنهاية المؤلمة قبلة الموت تسببت بموت يهوذ المأساوي وأيضا من ناحية أخرى وهو لا يعلم إنها كانت الانطلاقة والسبب التي أدت إلى موت الرب يسوع المسيح على الصليب ليقدم الخلاص الكامل ولكي يكفر عن خطايا كل البشرية ما أراد أن يفعله يهوذ بتسليم يسوع تحول إلى بركة لكل البشرية فالله لا يفاجأ بأي شيء اسمع ما قال بطرس الرسول هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه وقتدتموه الذي أقامه الله ناقدا أو جاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه في الختام أرجوك لا تنكر المسيح لألا ينكرك ولا تخون المسيح لألا تنتهي حياتك وأبديتك مثل يهوذة كما قال يسوع ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات حقا إنها قبلة الموت التي أنهت حياة يهوذة وخسر أبديته أدعوك لا تجازف أو تقامر بحياتك وأبديتك إنه يحبك ويريدك أن تتمتع بالحياء الأبدية فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره تعال إلى المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر